انتظار الان مصاد الخير عليكم هذا اليوم يجب أن نطرقوا عن اليوم مهم جدا عن اليوم يجب أن نطرق عنه و يجب أن نتكلم عنه و يجب من وجه النداء إلى السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج فنقول السي بوريطة رأى عندك الألاف دي الموظفين محليين التي يشتغلون في السفارات والقنصويات عبر العالم هذه الموظفين المحليين التي تديروا الخدمات هي الموظف العادي التي يجي من المغرب لكن مع الأسف هذا الموظف لما تخرج بالتقاعد يصبح مبهدل يصبح كأنه لم يشتغل رغم أنه قضى ربعين سنة ولا ثلاثين سنة ولا أكثر لأن وزارة الشؤون الخارجية لم تمنح لهذه الموظفين الفرصة بكي أنهم يستفدوا من التقاعد لأنه لا يعقل أن زميل وموظف من المغرب والأخر موظف محلي واحد يستفد من التقاعد وواحد ما يستفد هذه هي التمييز وهذا هي العنصرية فمطلوب من وزارة الخارجية من وزير الخارجية من رئيس الحكومة أنهم يعيدوا النظر في هذه الفئة الموظفة التي تتشتغل لين نهار مع المغاربة القاطنين في الخارج في هذه الدولة للإقامة وسووا الوضعية ديالهم وحتى الوضعية التي تخرجوا بالتقاعد بآثار رجعي لأنه كيف سيعقل أنه الإنسان كانت يستغل بأكثر من 1500 إيرو ولما يخرج بالتقاعد تتقاله نياد الإيرو إلا كان عنده الزهر فرحمة بهؤلاء بهذه الجنود ديال القنصليات والصفارات لأنه لا يعقل باش هذه الأسر بعد ما يولي رب الأسرة في التقاعد أنهم يصبحوا من الفقراء ويصبحوا في دول الإقامة تدير الصف إحدى ذلك البنوك ديال التقديية التي تفرقوا المكلة للمساكين والفقراء وهذه إهانة لا للدولة المغربية ولا لذلك الموظف اللي يشتغل طول العمر دياله في القنصليات واللفسفارات فإرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ترجمة نانسي قنقر